القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب صحيفة بالألمانية الواسعة الانتشار فإن الشرطة الألمانية اقتحمت ليلة ستخط مائل إلى الخلف الأحد مركزا للاجئين بمنطقة بوسدوف الواقعة بجنوب العاصمة برلين وأضاف المصدر ذاته أن اعتقال المغربي جاء بعد عمليات واسعة قامت بها الشرطة الألمانية فيما رفض النطق الرسمي باسم الشرطة مدوسائل الإعلام المحلي بمزيد من التفاصيل عن العمليات وعن المشتبه به الذي تم اعتقاله والذي تقول وسائل إعلامية ألمانية أنه من جنسية مغربية